بها الفيديو رح نحلل مع بعض اعلان ماب انشنت ايفل الماب القادم لبلاك اوبس فورج زومبي الماب فيه اربعة اسلحة نفس اورجينس و دير ايزن دراك تذكروا اي ماب زومبي فيه اربعة اسلحة تقريبا يعتبر من احلى مابات الزومبي وهذا الماب فيه اربعة اسلحة فرح نحلل الاشياء هاي رح ورجيكم لأربعة اسلحة ونحلل الاشياء اكتر بالماب من الجيم بلاي ومن القصة اتمنى قبل ان ابدأ الفيديو تدعم الفيديو بزر اللايك خلنا نوصل 3000 لايك ليرجع حماس الزومبي ويلا خلنا نبدأ قبل ان ابدأ الفيديو بس حاب انوه بشكل جدا سريع انو الفيديو بلعاية شركة ابسن وبالذات الطابعات او الحبر الجديد الهو الايكوتانج ممكن حد يقول بشار شو الشي المميز بطابعة او بحبر الشي المميز انو الطابعات هاي الجديدة تستعمل علب الحبر الايكوتانج اللي هي العلبة الوحدة منهم تساوي 82 علبة حبر القديمة اللي تستعملها متخيلين 82 هاي كمية الورق اللي يمديك تطبعها بعلبة حبر واحدة 11000 ورقة تقريبا 11200 بينما علب الحبر العادية تطبع لك 500 ورقة بس متخيلين 11000 ورقة بعلبة حبر واحدة يعني رح تحتاج انك تغير علبة الحبر تقريبا كل 3 سنين مرة وشي الحلو انواع الحبر هاي تدعم عدة طبعات من ابسون في اللي سعره رخيص متواضع 300-200 درهم في الوسط 600-700 وفي الغالي فوق الالف حسب احتياجك فلتفاصيل اكتر شيك اول رابط موجود تحت بالوصف طب شب اول شي بس حب اذكركم انه هذا الماب رح يكون اخر ماب لقصة الفوضى هذا السيزن فممكن يكون في سيزن ثاني للزومبي سنة جاي ونشوف تكملة لقصة الفوضى او ميكس بينه بين الايثر او في بلاك كوبس 5 للحين ما ندري فاي يعني القصة الها تكملة بس مو حالية خلاص بعد هالحزمة المابين قادمين رح يكونوا تكملة لقصة الايثر اخيرا طيب قصة الفوضى عالم اللي عايشين فيه بقصة الفوضى ما فيه زومبي مو نفس قصة الايثر ما فيه العنصر 115 لا عالم فيه بشر عاديين بس لما يروحوا لمكان معين ويفعلوا مهمة مهمة لأحد الالهة بيصير فيه زومبي بهال منطقة فقط بكل مكان وبيصير موضع بهذا العالم والقوانين فيه كل اشياء عن السحر والالهة والزومبي وشان الكلام واللي بفعلوا هالمهمة اللي بيكونوا من جو حدود الدائرة ما بتحولوا للزومبي بس كل حواليهم بتحولوا والطريقة الوحيدة اللي يطلعوا من هالعالم ويرجعوا للعالم الطبيعي انهم يخلصوا مهمة احد الالهة لو ماتوا هيرجعوا يعيدوا من اول جديد المهمة ويظلوا يعيدوها ويعيدوها حتى ينهوها ونهايه يحل اللغز شفنا هالشي بفوجة دي سبير فوجة دي سبير لما كانوا شخصيات كلهم حاصرين شخص من الجماعة الدينية راح هذا الشخص وفعل مهمة وبعدين طلع هو من الدائرة وتحول زومبي ولما حلينا اللغز بفوجة دي سبير حلصنا مهمة الالهة هونيك وبفوجة دي سبير كان اودن اللي هو اله الفايكينج والسكندنافين وشان الكلام بماب اي اكس رجعنا بالزمن لورا وسوينا مهمة الالهة راع اللي هو تبع القراعنة ومصر وشان الكلام فخلصناها لما رجعنا بالزمن وبديد اوف دي نايت كان دانو دانو صراحة الدين او الالهة دانو ما عرف عنه صراحة زيادة شي باوروبا ايرلندا بناحة الديانات القديمة الغير معروفة ولو بتلاحظوا بكل ماب من هالمابات فعلنا مهمة الالهة بفوجة دي سبير شفناها باي اكس لما رجعنا شفنا بالكاتسين وبديد اوف دي نايت صارت بس ما شفناها انو شالوا الكاميرا عنها لما صارت بالاب وتحت فانو هالمابات كلها كان بشر عاديين ما في اي مشاكل لما فعلنا المهمة هاي لكل بشر تحولوا زومبي وصار عنا لازم نحلل لغز لنخلص المهمة بانشينت ايفل الوضع مختلف اول شي بانشينت ايفل مهمة الالهة زوس اللي هو تبع الاغريق او اليونان اللي هو اله البرق او الرعاد وبانشينت ايفل لما وصلنا على المكان كان الريدي في زومبيز ما فعلنا المهمة من اسم الماب الشر القديم ومن جيسون بلندل كلام اللي قالنا ياه انو المهمة بانشينت ايفل مبتدية من زمن جدا طويل يعني يمكن خلنا نقول من مئات السنين ناس بدأوا المهمة بانشينت ايفل بهال منطقة وما خلصوها ما حتخلصها مشانيك شايفين زومبي بكل مكان وفي شي غريب نوعا ما في هالشخص البنت المحبوسة هاي الأوريكل هاي اللي كانت تكلم شخصياتنا باي اكس اللي ساعدتهم يرجعوا بالزمن ليخلصوا مهمة راع بماب اي اكس ولو بتلاحظوا كل ماب من المابات فيه الو سنتين الارتيفاكت هاي القطعة اللي تخلينا نفعل مهمة هادا الماب وبانشينت ايفل بنشوف القطعة هونيك موجودة او محتجزة فانو ناس فعلوها فعلا وما خلصوها ومثل تلكمرة ثانية في شي غريب لانو مثل في هاي البنت المحتجزة الأوريكل وحكيت انو محتجزة هون لفترة جدا طويلة وابوها لشخصية سكارلت محتجز هون والواضح ان الأوردر الماسونية او الجماعة الدينية اللي يلبسوا اقنعة ذهبية لهم علاقة لان هم اللي خطفوا ابوها لسكارلت وحبسوا بهالمكان فانو ايه هي مهمات من الآله وفي سحر بس هالجماعة الدينية لهم هدف من ورا هالشي كله ما نعرفه حاليا بس لما اسوي فيديو شرح قصة الفوضى بشكل كامل ان شاء الله ان شاء الله قبل ما ينزل الماب القادم للثلاثاء رح اسوي فيديو اشرح فيه القصة كاملة ممكن وقت هنعرف شو هدف الجماعة الدينية هاي بس بهالفيديو بس ابي حللكم الاعلان وعطيكم فكرة عن قصة الماب والماب هو الاخير هات حاليا اول ما بقصة الفوضى عندنا هي dead of the night بعدين void of despair بعدين ix وحاليا ancient evil طيب هاي اعطيتكم مختصر بشكل جدا سريع قصة الماب هلا خلنا نحلل الاعلان اشياء اللعب الجيم بلاي الاسلحة الاشياء الحماسية طيب هاد الماب رح يكون عنا فيه اربع اسلحة نفس اورجنس نفس ديرايس اندراخ نفس في اربع اسلحة بس يعني ها ما ما كتير خرافية وما كتير حبيناها هون لا فيه اربع اسلحة عنا اول واحد القفاز اللونه ازرق اظن هادا الو علاقة بزوس الكهربة بعدين عنا القفاز الاحمر اللي طالع منه جمجمة اظن هادا الو علاقة باودن رح يكون قفاز نار او شي من الكلام الاول ازرق كهربة زوس كهربة بعدين الثاني جمجمة احمر وإلو علاقة باودن بعدين شفنا واحد لونه اخضر فالاخضر في دانو الاليها دانو البيرك دانو فارح كونه له علاقة شي بالارض وبعدين ما شفنا الرابع بس اظن شفنا مفعول السلاح الرابع اللي هو هاللقطة متون شايفينها قدامكم اللي هو متل شعاع نازل على الارض ولون الشعاع لونه اصفر وشو البرك او تمثال الاخير للالهة اللونه اصفر راع طبع الفراعين طبع المصر فشكله في اربع اسلحة تذكروا اي ماب في اربع اسلحة من احلى مبادة الزومبي يعني انا لتسويت فيديو من فترة ترتيب جميع مبادة الزومبي من الاسوأ الافضل كان رقم ثلاثة كاحلى مبادة الزومبي دي رايسند راخ في اربع اسلحة واحلى ماب أورجنس كمان في اربع اسلحة فايه هالماب ان شاء الله رح يكون شي جدا خرافي والواضع بهالماب لنفعل السنتينال الارتفاكت لازم نقاتل هياكة العدمية نفس دي رايسند راخ شي خرافي وكمان نفس ريفيليشن لما نفعل سنتينال الارتفاكت في فوج ال دي سبير كان نروح ضغطها مربع بكل بساطة نفس الشي بديد اف دي نايت اي اكس ما فيه تفعيل سنتينال الارتفاكت ما ادري ليش بس هون متو شافين مجرد ما نروح نفعلها عشان نقدر ناخدها رح يطلعو لنا حياكة العدمية لازم نقاتلهم ماسكين بيديهم السيوف شي شي خرافي بعدين عنا اللقطة اللي فيها الوحش ابو ست ايادي الشي الغريب انه مبين لو شوف وجشه ماهو زومبي يعني شكله شكل انسان عادي بس عنده ست ايادي متأكد هذا الو علاقة بدين الاغريق وزوز مخلوق بيكون عندهم اذا حج عارف اتمنى يفيدنا بالكومنت بس متأكد الو علاقة بديانة اليونان الاغريق فالواضح انه هاد البوس رح يكون صعب ما رح يكون البوس العادي اول شي شكله متنو شايفين ضخم عنده ست ايادي وعنده رمح عليه نار ودرع فمن شكله واضح انه رح يعزبنا وسبب التاني انه في لقطة بسيطة طلعت لبوس تاني موجود بالماب والبوس التاني صراحة انه مبين البوس بسيط فالواضح انه رح يكون عنا بوسين البسيط هاد مش شايفينه والضخم اللي هو ابو ست ايادي بعدين عنا لحصان ابو اجنحة اللي اسمه بيغاسوس هذا كمان من ديانة الاغريق او اليونان فهذا متأكد منه مو نفس ابو ست ايادي ابو ست ايادي قلت لكم ممكن بس هذا متأكد انه له علاقة بالديانة الاغريقية وشكله جدا رهيب كيف عاب يجي وباجنحته يعطينا سعقات كهرباء تقتل الزومبي واصلا الشركة حطوا تويتر قبل ان ينزل اعلان حطوا مقطع بسيط للحصان هاد وكاتبين انه هالحصان رح يساعدك دوس مدري ايش والايديو فواضح انه رح يكون معنا وفي لقطة جدا جدا بسيطة منشوف فيها انه راكبين على الحصان منشوف انه من فوق الحصان فشكله نفس غورد كروفي رح نركب عليه ودينا من مكان لمكان شي جدا رهيب صراحة يكون بعدين منشوف انه الأوريكل المحبوسة عم تشوفنا من فوق وبتحكي لنا رح اساعدكم فواضح انه فينا نستعملها ككاميرا نوعا ما انه مكان معين نروح نتخالي مربع نشوف شي من فوق له علاقة بحل اللغز او شي من الكلام فايه واضح انه رح تساعدنا وفيه اشياء غريبة ما رفت ماشي بتحليل الها صراحة اول شي فيه هالبنت اللي معها اسهم ومبينه عليها دم وميتة او شي من الكلام ما ادري هي نفسها الأوريكل او لا وبعدين منشوف واحد من الجماعة الدينية او الماسونية اه ميت على الارض وقناعه رايح مثل ما شايفين فاضن هدول من الناس اللي اجوا حاولوا يخلصوا مهمة الالية هاي بس فشلوا وماتوا فما ادري هل لما الناس يفشلوا بالمهمة اه يموتوا ويعيدوا مرة تانية لانه هذا شفنا باي اكس باي اكس بالاعلان قديم متذكرينه انه كانوا الناس شفنا بالاعلان انه شخصيات قاعدين يموتوا ويعيدوا يموتوا ويعيدوا بينما هون شايفين الناس فقط ميتين فممكن المهمة هاي تبع الالهة انه اللي يجرب راح يموت وما راح تخلص المهمة ويرجعوا يعيشوا الا ليجوا ناس غيرهم يكملوا المهمة نفس شخصياتنا حاليا فايه طريقا يا شباب هالفيديو اليوم حاولت احلل فيه قدر المستطع على الماب الشركة قالت انه لسه فيه اشياء جاي للماب اكتر قبل التلتاء فممكن نشوف كاتسيل البداي او ممكن نشوف ثيم على البلاي ستيشن حال الناس متوقينوا عموقع ردد فنستنى ونشوف الماب شكله رهيب متأكد الماب راح يكون حلو ان شاء الله اول ما ينزل الماب راح يسوي بث مباشر نلعب نكتشف شروحات اول باول فايه بس كان معكم شاركي اياه شاركي اياه شكم ديها التاني ان شاء الله مع السلام اشتركوا في القناة